أزمات اليمني تصير أعقد فتأثير الصراع بين واشنطن والرياض من جهة وطهران من جهة أخرى وانفراط عرى التحالف بين القوى المناهضة للحوثيين باتا تحديين أمنيين للبلد الذي يغرق في الحرب يقول تقرير لمجموعة الأزمات الدولية إن التوترات في الإقليم تداخلت مع الأوضاع في اليمن لتدفع بتأزم الأوضاع وأصبح معها الحل أكثر صعوبة بينما ألقى الهجوم على الشركة أرامكو شرقية السعودية بتعقيداته على الحرب اليمنية لكن تراجع الولايات المتحدة في شن هجوم على إيران جنب اليمن عواقب وخيمة كما خلصها من الانجرار إلى عمق الصراع الإقليمي وفي المقابل أبدى قادة حوثيون امتعاضهم إذ يرون أن حدوث حرب كبيرة سينعكس عليهم بصورة إيجابية مجموعة الأزمات ذكرت بأن تعليق الحوثيين الأحادي للهجمات على السعودية أدى إلى تهديئة الوضع نسبياً رغم أن الرياض لا زالت تشكك في نوايا الجماعة في التحدي الثاني المتعلق بالأحداث في الجنوب أشارت المجموعة إلى احتمال نشوب حرب جديدة بين الانتقالي الجنوبي والحكومة في ظل الدعم الإماراتي والسعودي لكل الجانبين غير أن التقرير ما لبث وأن أكد مجدداً بأن الجهود السعودية لحل الأزمة تمهد الطريق نحو تسوية سياسية أكثر مصداقية واستمرارية مجموعة الأزمات شددت على أن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه لإنهاء الحرب سيتطلب قبولاً ليس فقط من الحكومة والحوثيين ولكن أيضاً من الانتقالي الجنوبي والمجموعات اليمنية الأخرى في نهاية التقرير أوصت المجموعة المجتمع الدولي بتوسيع عملية السلام في اليمن والتحرك سريعاً لتحويل خفض التصعيد الهش بين السعودية والحوثيين إلى اتفاق يقضي بوقف لإطلاق النار وإعادة بدء المفاوضات